لكن هذا لا يعني ان المؤسستين النادي الاهلي والنادي الزمالك مش شغالين في فترة التوقف الدوري سواء بقى بيجهزوا للصفقات الجديدة في الموسم اللي جاي او في بعض اللاعبين اللي ممكن ما يكونوش موجودين او بيحصل اجتماعات في النادي الاهلي ما بين موسماني ولجنة التخطيط برئاسة محسن صالح وايضا لجنة التعقدات او مدير التعقدات امير توفيق بجانب المتابعة الخاصة سواء من جانب محمود الخطيب رئيس النادي الاهلي والمرشف العام على فريق الكرة او من جانب ايضا سيد عبدالحفيز مدير الكرة بالنادي الاهلي موسماني طلب يمكن يعني ميكسوني انه هيديره فرصة اخيرة لناحية الموسم في التوقيت في الوقت نفسه اللاعب شايف ان هو مش واخد فرصة كافية خلال المبارئات اللي شارك فيها عنده عروض خارجية من ضمنها انه هو عنده امكانية للعودة مرة تانية الى سامبا التنزاني لكن خلينا نشوف برضو لجنة التخطيط في النادي الاهلي بدأت تحدد شوية بعض الاسماء علشان تكون موجودة خلال الموسم اللي جاي مع النادي الاهلي والتركيز على التعاقد معها ظهير ايسر يكون بديل لعلي معلول لان من الاخر داخل النادي الاهلي الناس شايفة ان علي معلول مستوى تراجع خلال الفترة اللي فاتت وابرز المرشحين زي ما قلنا لك قبل كده هو محمد حمدي الظهير الايسر بنادي بيرامدز في نفس الوقت الاهلي يعني بيحاول ان يكون محمد صبحي حارس فاركو متواجد خلال الفترة اللي جاية ففي محاولات مع محمد صبحي هنشوف برضو هو فيه بند في عقد محمد صبحي خاص بتفعيل بند الشرة من جانب فاركو فان لازم فاركو يشتريه الاول علشان يتم او يقدر يبيعه الناحة التانية